هطوليش افضل لاعب طيب افضل لاعب طبعا فيكتور أوسمان فيكتور أوسمان النهاردة النجيري المهاجم نابولي الإيطالي هو افضل لاعب في القرى الأفريقية بعد منافسة مع محمد صلاح واشرف حاكمي وين هنقف بقى لحظة عشانا النهاردة بصوا انا جواز الكاف دي بقى تتعبني بلا معايير حد فيكو يعرف المعايير بتاع الجوائز الكاف دي اول حاجة اول تعليق اهو حد فيكو يعرف المعايير بتاع الجوائز الكاف للأفضل هل هي معلنة هل هي منشورة هل الكاف اصلا اعلنها النهاردة وعلنها قبل كده مفيش معايير واضح يعني جهاز فرانس فوتبول مثلا اللي افضل لاعب في العالم ليها معايير عارفينها قبل ماقولك الجوائز اقولك المعايير اللي اختاره على الاساس جهازة سباست بتاعت فيه ليها معايير جهازة افضل لاعب في اسيا ليها معايير ليها افضل لاعب في افريقيا ملهاش معايير يعني انا عرف انت اخترت ازاي وبما انها ملهاش معايير وبما انها ملهاش معايير فليه فيكتور اسمان هتقول لي اوه فيكتور اسمان ده مهاجم لعب وحش يعني هقولك لا ده احمن افضل تلات مهاجمين في العالم ده هدف نابلي وقاد نابلي للدول الاطالي وهدف الدول الاطالي حاجة عظيمة جدا مفيش يعني مش بقولك انه هو مهاجم سيء او لعب سيء بس بما انه مفياش معايير واضحة تمام والله وحاول تجنب شوية فكرة ان انت مصري زي تمام وفكر كده لو سألت اي شخص في العالم في القرى الافريقية وخارج القرى الافريقية في كل مكان في العالم وسألته ببساطة مين في رأيك افضل لاعب افريقيا اول واحد هيجي في باله لازم محمد صلاح مية في المية في لعيبة افريقيا كويس زي زي اوسمان وزي اشرف حكيمي وزي رياض محرز اللي برضو حكاية وقت سلسية مش موجود اصلا وقت سلسية مع مانشستر سيتي وزي سفيان امرابط في لعيبة كتير ممكن اعددهم لك لعيبة كتير في افريقيا كويسين بس لما هقولك مين افضل لاعب افريقيا في العصر الحالي العصر مش السنة العصر كله مين بتقول لي محمد صلاح نسأل نسألوا لو حتى حد من المغرب من الجزاء حد شايفت اي حد ممكن يسمع الكلمتين دول سألو اي حد قلوا مين افضل لا بافريقيا دلوقتي يقولك محمد صلاح طيب ده واحد اثنين لو ما فيش معايير فمحمد صلاح على المستوى الفردي فهو افضل اللاعبين اللي موجودين في القرارة الافريقيا السنالية الراجل مشارك في واحد وخمسين مباراة ميساهم في سبعة واربعين هدف سواء بالتسجيلة او بالصناعية تقريبا هدف كل المباراة ارقام مش طبيعية ارقام قياسية كتير كسارها في ايه فاقوى دوري في العالم اللي هو الدوري الانجليزي ده الأرقام الفردي على المستوى الجماعي الليفربول ما حقاش شيء منتخب مصر لم يحقق شيء مفهوم بس لو على المستوى الفردي لو بتكلم عن اللاعب لوحده فمحمد صلاح لاعب لوحده عظيم طيب حط دي كمان على جنب باي منطق باي منطق للكاف ودي حاجة تدين الكاف تدين الكاف وعدين اللي موجودين في كاف دول لعسوره قدام باي منطق محمد صلاح اللي من 2016 بيطلع نار من بوقه بيعمل تاريخ مش طبيعي بيكسر كل الأرقام الكلاسية ياخد مرتين فقط أفضل لعب في الكارة مرتين فقط يا توريو أخدها أربعة سامو لأتو أخدها أربعة مرتين بس محمد صلاح واخد أفضل لعب في الكارة الأفريقية عيب على الكاف يعني الجايزة هنا لمحمد صلاح ياخدها تتشريف للكاف أكتر من محمد صلاح كمان ازاي يعني مرتين بس حق في منتهى الغرابة مش طبيعيان من فاش شكرا للمشاهدة